اهلا ومرحبا بكم لنتعرف سويا على برنامج 3D Viewer في بداية البرنامج يجب عليك الدخول على Windows ابدأ ثم Microsoft Store بعد الدخول على Microsoft Store ستقوم بالكتابة هنا في الأعلى 3D Viewer وهذا هو V-I-E-R ثم بعد كده ستضغط على Download تحميل او تثبيت انا عندي مثبت فاضغط على Open هذا هو البرنامج وفي البداية ستكون هذه دائما الصفحة الرئيسية لك ستضغط على OK سيقوم البرنامج بفتح هذا النموذج لنتعرف سويا على هذا اللقاء البرنامج عندنا فوق في الأعلى الملفات حيث يمكنك الدخول عليها وطباعتها ثم بعد كده Edit انك انت ممكن تنسخ الأداء اللي أمامك والشكل اللي أمامك الشيد او الضل فين تبغى كيف تبغى او عندك Viewer قائمة Viewer اللي هو Zoom In وZoom Out تمام؟ عندنا في اقصى اليمين اللي هو Default اللون يكون بهذا الشكل هذا اللون الماوس او لون الحشرة وهنا عندك الضل بالشكل اللي انت تبغى ايضا عندنا تحت هنا الشمس حسب الضل لما انت شايف الضل حق النحلة فهذا الشمس موجودة هنا فانت تتحركها بهذا الشكل فتظهر امامك بهذا الشكل طبعا نتعلم الماوس وعندنا الماوس ثلاثة حركات الحركة الاولى الماوس اليسار بهذا الشكل ثم الماوس اليمين فوق تحت ثم الكرة بالدخول للشكل تمام؟ طيب لو انا بغير الشكل هذا ادخل على 3D Library اللي هو المكتبة وابدا هنا ادخل ابحث عن الاشكال اللي انا ابغاها سواء كتابة او ادخل على الاشكال هنا مكتوب All Animal Model كل الحيوانات هتدخل هنا هتلاقي جميع الحيوانات اللي تم تصميمها بهذا البرنامج او بهذا التصديق فنحنا هنتعلم البرامج وكيف نصمم فلكن هذه هي بداية البرنامج وكيفية صناعة تضغط على الشكل مثلا انا اخترت كلب سيأتي لكن الكلب طبعا الماوس يسار حتحرك الكلب بهذا الشكل الماوس اليمين ترفعه فوق وترخيه تحت والماوس الكرة حتضغط الدخول حيتم الدخول بهذا الشكل اذا هذه جولة سريعة خفيفة جدا لطيفة في برنامجنا 3D Viewer وقبل ما انسى هنا في عندك فوق ملف فايل حتى تقدر تستخرجه كصورة وتقدر تطبعه على طابعتك الثلاثية الابعد اذا هذه جولة بسيطة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى 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 موسيقى